يسود اعتقاد عند الكثيرين أن الانتاجية أو الانتاج بشكل عام يقل خلال شهر رمضان المبارك وأن هناك صعوبة في حفاظ العمال والموظفين على مستوى الانتاج والإنجاز نفسه ربما هناك العديد من العوامل التي تجعل من هذا الاعتقاد حقيقة فيشعر الأشخاص الخمول بالكسل لسيما أن النظام الغذائي وتنظيم الأوقات يختلف خلال شهر رمضان عن بقية الأيام فكيف يمكن الحفاظ على مستوى الانتاجية نفسه بل وزيادته كيف يمكن تجنب كل ما يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل هذا سنناقشه مع اقتصاصية التنمية البشرية أماني الشخشير لكن في البداية سنرى هل فعلا تشعرون بالخمول خلال شهر رمضان لنتابع الواحد بحس أنه لازم زيد انتاجيته في رمضان بكون أنسب أول شيء تتبع النظام الغذائي صحي كويس وبعدين ما يعني ما يرهقش نفسه بالنهار وبعدين يريح أعصابه وما يكون يعني كثير مشاحنات مع الناس ويلتزم في العبادات أنا هذا بشوفه أنسب إشي أول شيء أصوم والصبح أقوم أتسحر وأتحرك على الجامع رايح جاي على المسجد للدار بتزيد الانتاجية برمضان عن طريق الاعتدال في طبيعة أنواع الأكل بكلها أي واحد صايم يعني بتاكل بالتركل معتدل مش كميات تسبب التخنية كنت كيف؟ بالإضافة لذلك بالنسبة للصحور أنا دائما مثلا ثلاثة أمرات كميات معتدلة وبنلعب رياضة خلال أوقات النهار وقت رمضان كل يوم راح يكون لعب رياضة إن شاء الله يعني الفرصة في وقت زيادة ما في شغله برمضان ما أنا بشتغل بقهوة فبالنهار مسكرين المساء منفتاح فإن شاء الله بنهار راح يكون لعب رياضة كله أنه تأكل يعني كثير على الصحور عشان يظل فيك طاقة ويعني الفطول لتاني يوم وتشرب ماء كثير كمان إذن راح بأماني شقشير اختصاصية التنمية البشرية صبح الخير لك يا أماني صبح الخير وصبح الخير للمشاهدين أهلا وسهلا فيكي سمعنا كثير من الناس إيش اللي بيقول نظم الأكل إيش اللي بيقول كل كثير على الصحور عشان للواحد يصير فيه عنده طاقة خلال النهار كل واحد عنده طريقته وأسلوبه يمكن لكن شهر رمضان المبارك بيعطينا دائما إيحاء أنه من أجل فكرة الصيام أنه إحنا هيك في حالة من السلام بالأصل لكن أكيد الإنتاجية تبعتنا بنختلف فبرأيك شو هي النقاط الأساسية اللي من خلالها ممكن نحفز أجسامنا وحتى عقليتنا على الإنتاجية برمضان تمام هلأ أول شي بالنسبة للإنتاجية برمضان فيه كثير هو عبارة عن معتقد ومعتقد خاطئ يمكن توارثنا من أهلنا من أجدادنا لأنه كنا نسمع دائما أنه خليني أخلص قبل رمضان أو بعمله بعد العيد فصرنا نتوارث هذا المعتقد هذا الشي مش مضبوط لأنه هو شهر زي أي شهر وكمان بالدين بقولك هو شهر العبادة والعمل فمش المفروض أنه نتناقل الأشياء من غير وعي هلأ بالنسبة للطرق أنه كيف نزيد الإنتاجية برمضان أول شي أنه ناخد قسط كافي من النوم أكيد بدون شك بتغير كل يومنا برمضان وبتغير كل الشهر بالعكس إحنا أصلا لازم ننبسط أنه بيجي شهر عماله بيغير لنا كل الروتين تبعنا وبيصير فيه وصلة رحم وبيصير فيه وكتير أكتباتيز العكس إحنا متحمسين على رمضان هاي السنة لأنه مختلفة شوي عن الأجواء اللي عشناها سنة الماضية واللي قبلها مع الكورونا مضبوط مية بالمية فأنا كتير بهمي أنه حتى لو تغير نومك خود ستة لثمان ساعات نوم لأنه برمضان أو غير رمضان النوم الكافي بيريح العقل بيريح الجسم بيخليك تنتج أكتر الصبح بتقوم مرتاح طيب معلش بس عشان موضوع النوم تحديدا لأنه بتعرفي الناس بزيد صهرها برمضان كونه بدون يستغلوا كل الفترة المسائية إن كان من ناحية النشاطات الاجتماعية الأكل لأنه في ناس ما بيأكلوا على الفطور كثير بيأكلوا بعد الفطور ففكرة توزيع الساعات هل ممكن أنه مثلا نوزع ساعاتنا ساعات يومنا بيضل حسين بنفس الراحة خلال النهار مثلا الساعتين ممكن نعتبرهم من ضمن الساعات اللي عم بنامها خلال الليل مية بالمية شوفي هي الجسم عبارة عن ساعة بيولوجية كيف أنا بدربها وكيف بعضتي الأمر العقلي هو بنفز أنا بهمني أنه بهذا اليوم أنا نمت أربع ساعات ممكن أعود بنهار كمان ساعتين نمت ست ساعات حسين جسمي تعبان معاي كمان ساعة ساعتين خلال النهار كمان بعود فأكيد ممكن مش بالضرورة أنا بفضل إنها يكون الأقل ست ساعات والأكتر بالذات للي بيشتغلوا تمت ساعات ولكن إذا وزعناهم هذا ما في منه ضرر طيب خلينا نحكي عن الممارسات خاصة في أجواء العمل بعيدا عن حتى البيت التعامل مع الناس يمكن كمان بيفرق بتحسي أحيانا في بعض العصبية بتحسي أنه ساعات الدوام أصلا فرقت يمكن قلت فهاي ذريعة بالنسبة لكثير من الناس أنه إنتاجيتهم بتكون أقل لأنهم متعبانين أو حاسين بالخمول أو كل هاي الأمور هل هذا الفعليين حقيقي يعني؟ هل هناك أسباب علمية حقيقية؟ أنه الإنسان يحس بإنتاجية أقل خلال ساعات لا شوفي هو أنا قرأت أرتكال مؤخرا كان المقال عم بيحكي يعملوا استبيان لشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان تحديدا للمهنيين 81% حكى أنه نشاطهم برمضان بزيد وإنتاجيتهم بتزيد 14% حكوا بتموا زي ما هو وآخر نسبة لهي أقل نسبة قاله أنه إنتاجيتهم بتقل فهو معتقد أنه إحنا هذا الشهر شهر الكسل هو شهر بتقل إنتاجيتنا فيه خمول هو مجرد معتقد هو مش علمي أبدا إذا مارسنا ممارسات صحيحة هون رح تلاقي الفرق يعني كنا عم نحكي أنه تاخد قسط كافي من النوم ثاني شي بالذات للي بيشتغلوا ابدأ نهارك بكير ليش؟ لأنه أهم ساعات عمل بيكون التركيز أعلى شي فيه هو أول ثلاث ساعات فابدأ الصبح بكير وتاني شي ابدأ بالصعب لأنه الصعب بياخد مساحة من تفكيرك وبياخد من طاقتك فأول ثلاث ساعات خليها بكير عندك ميتينغ عندك إشي بتقرير مهم بدك تكتبه اعمله مبكرا وتاني شي ابدأ فيه يعني ابدأ بالصعب بعدين خلي المهام التانية يعني فعليا ومنطقيا إذا إحنا بلشنا نهارنا بكير إحنا نكون لسنا محافظين على بعض الطاقة اللي أخدناها خلال الليل أو بالصحور وممكن فعليا ننجز أكبر عدد أو أكبر عدد من المهام خلال هاي الفترة بعدين ممكن نبلش بحالة الراحة أو الاسترخاء قبل ما تبلش الفقرة الأخيرة اللي هي قبل الفطور والتجهيزات وكل هاي الأمور ففعليا إذا فكرنا فيها خلال اليوم الفترة الصباحية هي الأكثر نشاطا عشان هيك عفكرة في بعض الأشخاص بيصيروا لما بتأخروا بأنهم بيجوا أصلا تعبنين مزبوط لما بتأخروا على العشر أو على الحدى عشر بيكون الدوام ففعليا هاي وظيفة المدير بأنه هو يحفز ولا وظيفة الشخص نفسه مين المفروض أنه هو يعني يحط هذا النظام تمام هو اتنين المحفز دائما أصلا أصلا إحنا المفروض بشكل عام هلأ فيه ناس بياخدوا تحفيزاتهم خارجية وفيه ناس بتكون تحفيزاتهم داخلية ولكن إحنا بنحفز الناس أنه أنت ما تنتظر تاخد أي تحفيز خارجي أنت حفز نفسك لحالك لأنه طاقة الكلمة كتير عالية وكتير مهمة فالمحفز أنه أنت احكي مع حالك أنت شجع حالك أنت افخر بنفسك أنت إذا عملت إشي كافئ حالك أو بنقول حتى أنه افخر بنفسك كل هاي أشياء بسيطة بس الناس يمكن تسهى إنها تعملها ولكن إلها أثري كتير عالي أما لو كنت مدير بالذات بشهر رمضان إذا إحنا عم نقول قد إنك تشوف موظفيناك تعبوا شوي كتير حلو إذا أنت بتحفزهم معنويا حتى بتعرفي مجرد التلامس الجسدي بقولك إذا بتحط إيذك على كتفه بتقوله يعطيك العافية والله كتير اليوم عملت كتير هذا بيعطي بيعطي محفز أني أنتج دافعية وأكيد لا يمنع المدير إذا بيقدر إذا بيقدر يعمل محفز مادي إذا بيقدر مثلا يعطيهم ساعة بريك فهاي المحفزات كتير بتساعد بالإنتاجية بدون شك يعني أكيد هاي تراكمية العملية القيادة أحيانا وتفاهم احتياجات الموظفين عشان يقدر الواحد فعليا أنه يحصل على الإنتاجية اللي هو بده إياها من خلال هاي العلاقة لكن من جهة أخرى فيه هناك يعني زي ما قلت أحيانا موروث مجتمعي وفيه أحيانا هناك أجواء عامة هي اللي بتساعد يعني من جهة المسلسلات ومن جهة الأجواء التفكير بالأكل يعني كل المايند ست زي بيختلف شوي لكن لما بتجي تفكر فيها في بعض القطاعات يعتبر هاي سيزن رمضان فإذا فكرنا بالموضوع أنه من ناحية استغلال شهر رمضان من النواحي الإيجابية فعليا فعليا هي الأكثر إنتاجية فهل ممكن أنه نعتبر أنه شهر رمضان مثلا نعمل المحفز لأشياء معينة هل الإنتاجية مرتبطة بساعات الدوام الطويلة هل بالضرورة أنه ساعات الدوام هي اللي بتساعد على الإنتاجية ولا هي أمور شخصية وإلى هذا خلب المهارات واستثمار المهارات بشكل أو بآخر شوفي ساعات العمل بشكل عام كنت عم بقرأ بنفس الارتكل بقولك بشهر رمضان عبء العمل بتمه هو هو يعني ما بيتغير يعني هاي أنتم مثلا موجودين هون بالتلفزيون هل بتغير يمكن بتغير طريقة أنه عملنا أولا؟ آه لأ عملنا يتطلب أنه نظلنا موجودين نفس الشي فما بيتغير ساعات العمل هي هي فهي بالآخر مهارات شخصية زي ما قلتلك أنه كيف أنت تتعاملي مع يومك يعني كتير مهم مثلا أنا بشجع حتى برمضان أو غير رمضان أنه بلش يومك كيف جدولة مهامك كتير هلأ إحنا كنا قبل نكتب عور أو قلم ممكن يضيع ممكن مش لقيته هلأ صار على الموبايل في أبس مننزلهم وفور فري بتحطي مهامك وجنب كل مهمة في مربع كل ما أخلص مهمة بعمل تشك فحتى هاي تخيلي قديش يعني أشياء صغيرة كتير بتساعد كل ما بخلص مهمة بعملها تك بتعطي الحافز أنه آه خليني أروح للمهمة اللي بعدها شحيح يعني أكيد كل هاي تفاصيل مهارة شخصية هي مهارة شخصية فعليا وفيها عدوة يعني الأشخاص بيعدوا بعض أحيانا لما يكون هذا هو النظام السائد تعرفي بدقات عك بالنسبة للعدوة كتير بحب ألفة الانتباه للمدخنين واللي بيشربوا قهوة كتير طبعا إحنا شارفنا يمكن بكرة أو بعده يكون رمضان صحيح بس وإحنا بنعرف هذا الإشي أنه حاول قبل رمضان قلل من القهوة قلل من الدخان عشان ما تتعب خلال اليوم يمكن هلأ توليت صار هلأ صار توليت لكن فعاليا حتى خلال رمضان يمكن في مجال أنه ومزبوط ما نعوض بطريقة مبالغ فيها بس النقطة اللي بدي أحكيها أنه المدخنين أو اللي بيشربوا قهوة مرات خلال العمل بيجيهم وقت بحسوا حالهم عصبين أو بحسوا حالهم مدايقين كتير بحب ألفة انتباههم أنه حاول ابعد عن زملائك لأنه بتأثر على إنتاجيتهم هاي لقطة مهمة هاي الأجواء اللي كانت تساعدك مية بالمية يريد تطلع مثلا تمشي برا تاخد هوا نظيف بتحس هاي الدقيقة دقيقتين تفرق وانت بتكون ما أسرت على زملائك بالعمل جدا يعني ممكن تكون بتساعد فعليا هاي الفكرة شكرا لك يا أماني شخشير اختصاصية التنمية والشريك يا عموتي الخير كمان أهلا وخير شكرا